حلقتنا خلاص بقت من كل أسبوع وحنا بنتكلم يوم الحد بنتكلم عن التوافق والسعادة بنتكلم إزاي شركاء الحياة ومعنى شركاء الحياة عندنا يعني أصحاب المولود اللي هو اسمه الأسرة واللي اسمه الجواز إزاي يقدروا ينتقلوا من التوافق إلى السعادة بس أكتر حاجة بتغلب علينا وحنا بنبصل ده إن فيه تهديدات كتيرة للزواج بتخلي نسب الطرق مرتفعة وما نقدرش نقفل عنها ونتكلم عن حاجات تانية مش بتمسي واقع الناس وعشان كده بنختار حاجات ممكن تقرق الزوجين وتمنعهم من التوافق الزواجي اللي استلح العلماء لتسميتها منبئات الطلاق ونتكلم عنها ونتكلم عنها بدقة وبتفصيل عشان نحاول نتخلص منها لو في أوقات كتيرة سألت الناس اللي بينهم خلاف زواجي إيه أكتر حاجة ممكن توجعك وتخليك حاسس إن الحياة مش هتقدر تكملها هيقولك الأنانية الزواجية إن شريك حياتي يغلب عليه سلوك الأنانية فيتمحور حول ذاته يبقى الجواز موجود عشان أنا أبقى سعيد بغض النظر الآخرين اللي هو ممن الآخرين الزوجة أو الأولاد أنا أهم حاجة بقى سعيد ما تصدعوش دماغي وتتعبوني وبيعيش إنه هو محور الاهتمام وإن رغباته وإحتياجاته ومصلحته رقم واحد مش بقول إنه رقم واحد بمعنى إن فيه رقم اتنين هو رقم واحد وكل مصالح الآخرين عشان يحصلوا عليها لازم تمروا من رقم واحد ده فكل شيء ما بيوصلوش لده ينفعل ويغضب بسرعة وبشدة إذا هو ما حصلش من شريك حياته احتياجاته وعشان كده سهل علينا هو ما يقبلش العراء الأخرى ويصخر منها ويقلل منها وأوقات كتيرة ما يشعرش أصلا بوجود شريك حياته ولا باحتياجاته وهو بيكون قليل المشاركة في البيت مع أسرته كل دي ما ظاهر الأنانية الزواجية الأنانية الزواجية مفهوم سلبي في غاية السلبية ما نخلطوش بالمفاهيم الإيجابية بقى في ناس كتيرة تخلط مفهوم الإنانية دي بالمفاهيم الإيجابية عارف ليه؟ لأن النفس الأمر بالسوق زي مر الله سبحانه وتعالى قال وما أبرئ نفسي إيه ده؟ هي النفس ممكن تعمل على أن هي توهمك وتبرر لك أخطائك؟ نعم فاتبرر لك أخطائك إزاي؟ أن تخلط مفهوم الإنانية الزواجية بمفاهيم أخرى زي مفهوم إيه؟ الثقة بالنفس أنا بدعم ثقتي بنفسي أنتوا بس مش قادرين تفهموا إن أنا لما بغزي احتياجاتي إزاي باب إنسان واثق بنفسي الثقة بالنفس مش هي الأنانية بالمناسبة مفهوم إني بحب الحياة؟ ده مش الأنانية مفهوم إني بحب أكون في مرتبة أحسن واتطور؟ ده مش الأنانية تجد دفع قوله صلى الله عليه وسلم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل حاجز بيننا وبين المفهوم الأكثر تمويلاً لمفهوم الإنانية الزواجية اللي هو مفهوم الكبر والغرور اللي بيخلي الإنسان حاسس إنه هو مقدم على الآخرين فمصلحته مقدمة على الآخرين لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول إن الشخص إذا كان في قلبه مثقالة حبة من كبر لن يدخل الجن فيقول الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيف ونعله نظيف قال لا إن الله جميل أن يحب الجمال ويتكلم في حديث أخرى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم على إن الكبر بطر الحق وغمط الناس يبقى إذن الشخص ده معاييره هي اللي تمشي على كل الناس وعشان كده ناخد بالنا إن التضحية ما برضو بعض الأحيين هو منحط الأنانية في مقابلة التضحية لا الأنانية مش في مقابلة إن أنا ضحي بنفسي فالإنسان المضحي ده عامل نفسه مظلوم وبيكون مشروع المظلومية وعايش في دور الضحية فما فيش حاجة اسمها إما أن أكون أنانيا أو أكون مضحيا فمفهوم إن الواحد يضحي بنفسه ده فيصبح كالأضحية يصبح ضحية فيدبح نفسه من أجل الآخرين ده أحد المبررات للأنانية وعشان كده ما نخلطش من مفهوم التضحية بمفهوم الإيثار لا مفهوم الإيثار مفهوم تاني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لا ده مفهوم تاني مفهوم الإيثار واحد محب للحياة وللعطاء وحاسس إن العطاء بيرقي إلى الله ويترقى في درجات الإنسانية والعطاء بيخليه إنسان فعال لكن التضحية بتعود عليه بالألام والأوجاع والأثار السلبية على شخصيته وعشان كده بنسمع كتير في أوقات الجلسات الإرشاد الزواجي عبارة أنا بضحي وهو مقابل السلوك الأناني يبقى التضحية بكل حاجة آه هنا لازم نقول الكلام ده من الصحيح ليه؟ لأن لو خلنا مقابل السلوك الأناني التضحية إيه اللي حاصل؟ ده هيغزي الأنانية والأنانية هتغزي مفهوم التضحية لا إحنا عندنا حاجة اسمها الاتزان إن الإنسان لما يعطي يعطي بغير أن يهلك نفسه يعني يعمل إيه؟ يؤثر آه هو به خصاصة لكن ما يهلكش نفسه وعشان كده لما أعطي في البيت لازم العطاء يكون تحت قيمة ما يبقاش العطاء فقط من أجل العطاء لا العطاء لازم يكون تحت عنوان وتحت قيمة إحنا بنعمل كده عشان إحنا بنحبك إحنا بنعمل كده عشان باعتبارك بابا إن إحنا محتاجين وجوده في حياتنا لإنك أنت الأبوة دي قيمة ما نقدرش نعيش من غيرها فأقدر راكب كل المسؤوليات على معاني راقية فتبقى حياتنا مليانة بالمعاني والأخلاق الراقي فأنا بنصح أي حد عايز يعمل اهتمام أو يعمل جزء من التدليل يشريك حياته ويحطه تحت عنوان راقي أنا بدللك عشان حقيقي مقدرك وحاسس بأهميتك في حياتي فإحنا لازم نعمل كده حقيقة إحنا عارفين إن أنت في حياتنا السند والحامي فإحنا لازم نقول كده